السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الانتجرز. وان الانتجر بيتكون من تلات حاجات. وزيرو. وكمان خدنا بتاعتها. النهاردة بيزن الله هناخد بقى درس جديد اللي هو هنعرف ايه بتتكون من ايه. فقريت تنزل تعمل لايك الحلقة بسرعة ولو ما كنتش مشترك معنا في القناة او لو بتابعنا من على الفيسبوك تنساش تعمل لايك للصفحة عشان وصلت كل جديد ويلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي طلاب وطلبات الصف السادس الابتدائي. اهلا وسهلا بكم. النهاردة بازن الله هناخد لسن سري و فور من ولي بيتكلموا عن وايه كمان هناخد فيا ريت تركزوا معايا في حالة النهاردة ويلا نبدأ الدرس. ايه هي هناخد بسيط لها طبعا مش البسيط بيه ان احنا نحفظه. لا احنا محتاجين نفهم يعني ايه النامبر عشان نعرف نتعامل معها. ده اول حاجة في الديفنيشن. اي نمبر اي نمبر? يعني اي نمبر ايه? يعني ممكن نمبر ده يبقى. اه. ممكن نمبر ده يبقى يبقى. اه اي نمبر يبقى عادي. طب جميل ده اول حاجة. بس مش اي رقمه خلاص. لأ. لازم النمبر ده اكتبه في صورة معينة. يبقى كتب في صورة معينة. ايه هي الفورم دي? فورم اي اوفر بي. اي اوفر بي المقصود بها صورة وبتكون من اي ان كانت ده. يبقى انا كده بقى هارجع بقى الكلام اللي قلته من شوية اللي هو هل تنفع تبقى 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 كل ده بقى هنعرف الكلام ده ينفع ولا لا? طيب قلنا رقم ينفع الكتب في صورة بس لأ لازم النومراتور يبقوا جميل? طيب خلاص كده لأ لسه حاجة بسيطة ايه هي? ان بس ما ينفعش نخلي زيرو. لان احنا عارفين ما ينفعش اقول ايه? طب النومراتور ينفع زيرو? اه ينفع زيرو عادي. انما الدينومنتور ما ينفعش يبقى ايه? يبقى زيرو. يبقى تاني. ايه راشن نومبر? راشن نومبر از اني نومبر. اي رقم? can be written in the form of. يكتب بصورة معينة. ايه هي الصورة دي? صورة فراكشن. بحيس النومراتور والدينومنتور يبقوا انتجر. جميل? وما ينفعش الدينومنتور يبقى ايه? يبقى زيرو. طيب تعالوا بقى نتعرف على الراشن نومبر بطريقة اوسع شوية. دي الراشن نومبر هنزلها بسيمبل كيو. تمام? الراشن نومبر اول حاجة بتتكون من ايه? بتتكون من حاجتين. ونون انتجر. طب الانتجر دي اللي هي ايه? ايه? ما احنا عارفين الانتجر. ايه? اللي هي تلات حاجات. اللي هي هي هامين? الكاونتنج. مش كده? والزيرو والنيجاتف انتجر. وطبعا خدنا كلام بما فيه كفاية عن الايه? الانتجر في الحصة اللي في حاجة. نيجي بقى عن النون انتجر. النون انتجر كزا حاجة. اولهم الدسمال. زي مثلا 2.3 او 0.5. الدسمال. اتاني. البرسنتج. زي مثلا 11 برسنتج. الثالث. الفركشن. زي مثلا 4 over 9. يبا دي كده ايه? انواع اللي بتكون منها الايه? الرشنل نمبر. يبقى الرشنل نمبر بيتكون من حاجتين. انتجر. ونون انتجر. انتجر خلاص قلناه. النون انتجر زي الدسمال. والبرسنتج والاي والفركشن. طيب يا مستر. حضر عليك قلتنا من شوية. ان الرشنل نمبر اي رقب كده في صورة فركشن. الانتجر والنون انتجر. والزيرو. والدسمال. والبرسنتج. كل دول مش في صورة فراكشن يبقى ازاي هما انتجر تعال اقولك اولا لما اجي اقول الانتجر هو جزء او سبسط للراشن نومبر يبقى لازم اكتبه في صورة فراكشن جميل طب لما اجي اقولك مثلا السري او النيجاتف فايف اللي اتنين دول انتجر طب ازاي هما فراكشن بسيط جدا لو جالك اي نومبر انتجر عايز تخلي فراكشن على طول تكتب النومبر وتشد خط كده وتكتب ون تحته كده بقى انتجر خلاص تمام طبعا لما كتبت ون كتبت ون ليه عشان ما ينفعش ان اغير في الفاليو اللي هو مدهاني اغيرش ان اغير في الفاليو اللي هو مدهالك طب يا مستر ما ينفعش اكتبته او سري او فور او فايف طبعا في ناس كتير عارفة تقول لي اه هنعمل ايه هنعمل فوق طايم تو فتبقى سيفس طب انا عايز اخليها مسلا اعمل لي دي طايم فايف تبقى ففتين يا مستر انت لسه قايل ما ينفعش نغير في شكل الايه او في الفاليو طبعا انا كده ما غيرتش يا حبيبي يعني هتتدي دي لكسري اهي برضو هتدي لكسري اهي يبقى الوقتي انا قدر تكتب الايه الانتجر في صورة فراكشن ومش في صورة واحدة ده في كزا صورة تمام يبقى تاني الانتجر عايز اخليه هكتبه في صورة فراكشن ازاي هشد خط واكتب تحت وان ان كان بقى او مش هتفرق في كل الحالتين ايه شد خط واكتب وان طيب عايز اخليه نمبر تاني عادي هتخلي مسلا تحت اي ان كان نمبر مسلا يبقى اعمل ايه النمبر ده طايم سيكس هو كمان يبقى عشان في الاخر برضو هتدي لك كم هتدي لك يبقى دي اول حاجة الانتجر ازاي تبقى طب نخش على الحاجات تانية لما اجا اقول لك او هخليها ازاي بسيطة كتب بطريقة تانية الطريقة الاولى اخد النمبر كله اكتبه فوق بس من غير وتحت البوينت هنا بعد يبقى تحت تكتب لتن طب لو بعد اكتب تحت طبعا بعد هي بعد من يمين طب نيجي هنا هكتب النمبر كله فوق من غير طبعا مش هينفع حط زيرو قبل النمبر لنما لهاش قيمة والبوينت هنا بعد ايه برضو بعد فهكتب تحت كم كده انا خلت طيب نخش على ايه كمان نخش على ال 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 اصلا زي ما احنا عارفين هي اي رقم ماشي يعني ما ايقول لك مثلا هتقول لي هي اصلا عبارة عن جميل بيبقى البرسنتج اصلا 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 ايه الحاجة الاخيرة اللي هي الفراكشن والفراكشن اصلا خلاص هو مكتوب اصلا في الصورة اللي احنا عايزين نكتب بها اللي هي الرشن تعالوا بقى نحل على الكلام ده هنا اقزامبل بقول لي ايه قل لي كل نمبر من دول افضل ايه ست هو بلونج ليها او سبست ليها ايه هي طبعا في نمبر ستبقى سبست لي مور دان ست ده اكتر من ست تمام بس احنا هناخد ايه اقرب حاجة اقرب حاجة المقصود بها ايه بقى اللي هي من الصغير الكبير يعني لما اجا اقول لك هنا لما نتكلم عن بداية الست اول حاجة كانت والنشنل نمبر سبست يعني جزء من ايه هي من الانتجرز مش كده الانتجرز جزء من ايه من الراشنل نمبرز والنشنل نمبر طبعا فيها كزا حاجة كلهم سبست ليها زي البرائم نمبر اليفن نمبر الاد نمبر والايه عندنا ايه كمان والكاونتينج نمبر صح؟ فلما يجي لنمبر هابت اخد من الصغير وانا طالع اشوفه اقرب لمن من الصغير وانا ايه وانا طالع نيجي مسلا زيرو بوينت سيفن ايت فايف ده ديسمال مش كده؟ طيب الديسمال بلونجل مين؟ طبعا مش بلونجل النتشرل خلاص يبعد عن النتشرل خالص يبقى عندنا اما الانتجر ياما الراشنل طبعا هتبقى ايه؟ هتبقى راشنل اهي نيجي عن نمبر بي سري اوفر سيفن دي فراكشن يبقى الفراكشن مين في دول فراكشن برضو ما فيش غير الراشنل نيجي تيف يبقى على طول الانتجرز نيجي تيف سري برضو الانتجرز زيرو يبقى هنزل تحت المين؟ ايوه للنتشرل نيجي تيف تيرتين تاوزان تو هندرد سيفنتي فور دي بقى دي مش بوينت دي كومة يبقى برضو الانتجر فور يبقى الناتشرل برضو دي ودي برضو ايه تمام؟ طبعا نحن يقول لي مستر ما خدتش دول ايه؟ اقول لك دول كلهم جزء من الناتشرل بس انا حبيت اقول لك هما ايه؟ هما ايه؟ يعني مش اكتر انما الطبيعي انا اعمل يما مع الناتشرل يما مع الانتجر يما مع الايه؟ مع الراشنل طبعا نيجي هنا بقول لي write belong or doesn't belong negative three over seven belong للانتجر ولا لا؟ هم؟ طبعا ها؟ مش belong دي هو belong المين؟ للراشنل طيب الزيرو تبع الناتشرل نومبرز؟ اه belong negative four belong للكاونتنج نومبر؟ طبعا لا دي belong للانتجرز؟ الزيرو belong للراشنل نومبر؟ طبعا ايه؟ belong طيب نيجي على الاكزامبل اللي بعده write subset or not subset هنا the set of integers تعتبر ايه بالنسبة للكاونتنج نومبر؟ هل الانتجر جزء من الكاونتنج؟ ولا لا؟ طبعا لا المفروض العكس الكاونتنج هي الجزء من الانتجر يبقى not subset طب الناتشرل subset من الانتجر؟ اه الناتشرل جزء من الانتجر الكاونتنج جزء من الراشنل؟ هم؟ الكاونتنج جزء من الراشنل؟ اه هاي اللي هي تصحيحة اول واحدة الراشنل جزء من الناتشرل؟ طبعا ايه؟ لا نيجي بقى على الجزء ده لهو المهم write the given rational number in the form of A over B اكتب لي بقى الراشنل ده في صورة over B يعني في صورة fraction اول واحدة fraction بس ميكسد فانا حولها من صورة ميكسد لصورة A فهكتب التو زي ما هي؟ وهلو تو طايم فور بلاس ون تو طايم فور ايت ايت ون ناين اهي؟ كده بقى صورة ايه؟ راشنل ننجع لبعاديها زيرو بوينت فور لسه حلين زيها؟ هاي؟ تبقى كام؟ ايوة نجع لبعاديها سهلة قلت هكتب فوق وتحت هحط ايه؟ شطار طيب دي هكتب ايه؟ اقدر اكتب في صورة تانية اه اكتب اي واضرب النمبر ان انت عملته تحت في الايه؟ في النجاتف نجع اللي بعدها هكتب النمبر كله فوق من غير البوينت وحطه تحت كام؟ عشين البوينت بعد نجي هنا بقول لي برضو الزيرو تبع مين؟ الزيرو ينفع والكاونتنج؟ لأ الناتشرال اه يبقى الناتشرال يبقى دي الناتشرال طب نيجاتف يبقى انتجر بس يبقى انتجر يبقى ما تنفعش تبقى انتجر يبقى طبعا مين؟ الراشنال نمبر نيجاتف فور هاي؟ هتبقى انتجر والفايف ايه؟ ناتشرال نمبر طبعا لو لاحظنا ان اي واحدة في دول كلهم تنفع تبقى راشنال ليه؟ لأن الكاونتنج والناتشرال والانتجر كلهم جزء او سبست من الايه؟ من الراشنال طيب ننزل على السؤال اللي بعده طو اوفر ون بيلونج ولا نات بيلونج للراشنال طبعا بيلونج ولو خليتها تو بس ستبقى برضو بيلونج تمام؟ نيجاتف سري اوفر فور تبعى الانتجر طبعا لأ لانها فراكشن سبست ولا مات؟ سبست سبست للانتجر سبست للانتجر أو لأ؟ صح مظبوط طب الراشنال سبست لأ اوقف عالتو من غير ما تقرأ لأن الراشنال ايه؟ اكبر من الساتة اللي انت هتقولها فما ينفعش تبقى سبست العكس هو اللي ايه؟ هو اللي ينفع طيب نيجي بقى على طبعا الجزء ده مش مطلوب هو كمعلومة عامة ماشي؟ كمعلومة عامة طيب تعاين جيب نمبر لين وتشوف اول حاجة لما يجي لك نمبر زي مسلا سير اوفر فور ده لازم تشوف النمبر ده هل هو ولا امبر لو يعني يبقى ما بين الزيرو والون دي اول نقطة تمام؟ لو بروبر يبقى ما بين الزيرو والايه والون طيب بعد كده عامل ايه؟ اهم جاي جايب نمبر لاي انهوت اعمل انا نمبر اهو خلاص واجيب البن اهم عامل كده ادي زيرو وده ون طبعا انت مش مطلوب منك أنا بعرفها لك فقط لغير هو عايز مين يعني عندي شكل بتقسم اربع اجزاء انا عايز تلات اجزاء منهم بسيطة اده شكله اصمه اربع اجزاء وده جزء الرابع هو جميل؟ اسمت ايه؟ اربع اجزاء بتقيتم اعمل لي وتكتب لي تحت ده الجزء الاول ده الجزء التاني ده الجزء الايه التالت ودي طبعا هي الايه الرابع ليه؟ لان لو جيت عملت كده فور اهي كتبتي لي فوق الجزء الرابع هتبقى تمام؟ انا عايز ايه؟ عايز هاي؟ اهم جاي اعمل هنا ايه؟ سيركل كده بيبقى انا كده عملت الموضوع بسيط خالص بس ازا ملتلكو هي كمعلومة بس بقى ايه؟ بقولها لكم طيب هنا برضو نفس نفس الفكرة تعالوا بقى ننتقل للجزء التاني من درس النهاردة اللي هو نركز بقى في حتة اول حاجة ترتيبهم لازم اول معلومة ناخد بانا منها اني ودي قلناها في الانتجرز تمام؟ يعني اي نمبر على يمين اكبر من اي نمبر على شمال ماشي؟ طبعا ان كان بقى ده اه في صورة او في اي صورة الكلام ده احنا اتكلمنا عليه كله في الحصة اللي فاتت في درس ايه؟ في درس الانتجر طب المهمة بالنسبة لي هو ايه بقى؟ هو جزئية الكمبيرنج دي لانها مهمة جدا 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 وفيها شغل شوي تعالوا بقى نجيب ورقة كده ونشرح حتة جزئية الكمبيرنج دي الكمبيرنج اول حاجة الراشن نمبر زي مقولنا انها فراكشن والفراكشن عندي فيه كزا نوع النوع الاولاني انه يكون عندي تو فراكشن احنا هنكلم الاول عن تو فراكشن مش المور زان تو فراكشن يكون تو فراكشن الدينومنيتور بتاعه متساوي هنقول مثلا الاتنين هنا فايف وهنا مثلا وان وهنا سري وجيت اقول لك تمام مين الكبير عندي طريقتين فيه طريقة سابتة تنفع مع اي تو فراكشن ايه هي اللي هي طريقة السيزورس اللي هو اعمل ده طايم ده واخلي بالك من تحت الفوق كده ها ده طايم ده وطايم ده 5 طايم 1 في 5 و5 طايم 3 في 15 يبقى ده الفراكشن ده هو الكبير اللي هو بكام ب 15 طب فيه طريقة تانية اه فيه طريقة تانية تعال نشتل ده كده الطريقة التانية ايه هي اي تو فراكشن الدي نوميناتور متساوي يبقى النمبر الكبير فوق هو مع الفراكشن الكبير تمام لو الدي نوميناتورز اكوال يبقى النوميناتور الكبير تبع الفراكشن الكبير طيب افرد جيت هنا جبتلك تو فراكشنز تانين همت بس النوميناتور هو اللي اكوال وهنا مثلا 5 وهنا 7 هنا بقى هنعمل ايه هنا ناكس لو النوميناتور متساوي يبقى الصغير هو الكبير تمام طيب الكاس التالتة النومريتور والدينوميناتور مش متساويين هنا 1 over 2 هنا 3 over 5 هنا بقى أستخدم ايه؟ أستخدم السيزورس زي ما احنا قلناها من شوية تمام في طريقة هنا طبعا اسمها الـ L-C-M او الـ Common Denominator دي هنقولها بقى في المور زان 2 فراكشن بس دي طبعا أسل يبقى هنا 5 times 1 5 وهنا 2 times 3 يبقى 6 يبقى ده الفراكشن اللي ايه؟ الكبير طب ممكن يخدعني يجي يقول لي كده مسلا 1 over 2 تمام؟ ويجي يقول لي هنا مسلا يقول لي 6 وهنا مسلا ايه؟ آآ 4 ويقول لي مين الكبير فيهم؟ تمام؟ في الحالة دي هنعمل ايه؟ الحالة دي لازم أبص على حاجة طبعا النومريتور والنومريتور مختلفين مش كده؟ في عندي هنا طريقتين الحالة الاولى طبعا هنهاشتالي ال 5 هنا اللي السوري الفور هحاول اجيب نومبر تاني نحط مسلا ايه؟ آآ نحط مسلا خلاص نعمل ايه هنا بقى؟ نحاول نخلي ال 2 تنفع تبقى 6 لو عملت لها time كام؟ time 3 صح؟ يبقى هنه برضو فوق time ايه؟ time 3 لازم اللي بنعمله في الدينوميتور نعمله في النومريتور فهنا النومريتور هي بقى 3 وهنا تبقى 6 فهتبقى 3 6 وهنا 5 6 برضو دي هتبقى هي الايه؟ الكبيرة بس انا باتكلم لو جالك دينوميناتور تنفع تبقى زي التانية حاول تحولها او تستخدم الطرية الاسرع اللي هي السيزورس وتريح دماغك تمام؟ يبقى الكيس الاولى لو الدينوميناتورز equal يبقى الكبير هو الكبير لو النومريتورز equal يبقى الصغير هو الكبير لو النومريتور والدينوميناتورز different وماينفعش احول حاجة للتانية او حتى ينفع ريح دماغك ويعمل السيزورس ان كان الكيس دي او الكيس دي طب الكيس الاخيرة بقى اللي هي ايه؟ اللي هي لو جالي والدينوميناتور والنومريتور مختلفين يعني جاء لي مثلا هنا هنا مثلا هنا مثلا هنا مثلا هنقول مثلا مثلا ماشي؟ كفاية تلاتة دولة هنا عندي حالة من الاتنين يا اما الدينوميناتورز كلهم ينفعوا يبقوا زي بعض او زي اكبر واحد فيهم يعني التو تنفع تبقى تن والفايف تنفع تبقى تن فكده انا ريحت نفسي وهعمل ستيبس معانا ويجب الايجابة او الدينوميناتورز ما ينفعوش يبقوا زي اكبر واحد يعني لو دي مسلا كانت ايت مسلا بدل تن كانت ايت ماشي؟ فطبع ما كانش هينفع يبقوا زي بعض احنا هناخد دي وناخد دي عشان ما لا خبط كوش ناخد اكزامبل على كل واحدة نبدأ بدي الاول الوقت انا عندي ماشي؟ والدينوميناتورز ينفع يبقى زي كبير فاحولهم هقول له التو تنفع تبقى تن اعمل هنا طايم فايف واعمل هنا طايم فايف هنا الفايف تنفع تبقى تن اعمل طايم تو وهنا طايم تو تمام؟ فهنا تبقى وهنا تبقى وهنا طبعا وبعد كده ابدأ اعمل لهم ايه؟ على حسب السؤال اللي جايلي تمام؟ طيب افرد هو ما جابها ليش بالطريقة دي يعني قال لي مسلا هنا وهنا مسلا وهنا يميل وقال لي يلا رتب لي دول ونجيب مسلا معا كمان ايه؟ يلا وبلاش الون دي نخلي دي مسلا ايه؟ نخلي دي قال لي بقى رتب لي دول تمام؟ طبعا واحد يقول لي مسترطة ما انا اسهل رايح دماغي واكتبه مع الكالكوليتور وكل واحدة تيجي بتاعتها اكتبها لا هو هيعوز منك ستيبس وكمان احنا مش عايزين نستخدم الكالكوليتور عايزين نشغل دماغنا طب نعمل ايه هنا بقى؟ هل ينفع زينا كلها تنفع تبقى زي اكبر دينوميناتور؟ لا ما تنفعش طب هنعمل ايه؟ عندي حتي يما جم من دماغي نمبر ينفع ديفايدد لكل الدينوميناتورز اللي تحت تمام؟ زي ايه مسلا؟ زي التولف التولف تنفع ديفايددو وديفايد سكس وديفايد فور وديفايد سري ماشي؟ طب افرد انا مش عارف هم؟ اعمل ايه؟ اخد اي نمبر زي منهم ومعاملهم طايم يعني مسلا اخد سري طايم فور هتديني تولف واشوف النمبر ده ينفع ديفايد للارقام اللي تحت الباقية ولا لأ؟ التولف تنفع ديفايد للسكس والتو مصبوط تمام؟ طيب افرد انا ما خدتش مسلا السري والفور خد الفور والسكس هيدوني توني فور توني فور تنفع ديفايد تو وديفايد سري يبقى خلاص توني فور برضو تنفع ايه مسطر ينفع دونوميناتور ارقام مختلفة يعني ينفع تولف وينفع توني فور اه ينفع عادي ينفيش مشكلة تمام؟ يبقى الوقت يقوم قدامي ايه؟ ياما ايه؟ ياما تولف ياما توني فور انا عرفت خلاص النمبر هيبقى في دونوميناتور تختار النمبر اللي اعجبك عايزة تولف عايزة توني فور الاتنين صح وتوم اعمل لي تانيين انا هخلهم مسلا تولف اهي تمام كده؟ نيجي بقى السري بقت كام؟ بقت تولف انا عندي طبعا طريقتين للحن ياما هتشوف السري بقت تولف عملتلها ايه؟ طايم كام يعني؟ وتعمل نفس الطايم فوق ياما تريح دماغك وتاخد الديناميناتور ده اللي هو التولف تعمله مرة ديفايد اللي تحت وبعد كده طايم الايه؟ طايم اللي فوق انا بجيب لك حل السريعه يبقى ديفايد سري والاكوال طايم التوب تولف ديفايد سري فور فور طايم تو بإيت هاي؟ ادي الاولى تولف ديفايد فور بسري سري طايم سري بنيم تولف ديفايد سيكس بتو تو طايم فايف بتاني تولف ديفايد تو بكام بسيكس سيكس طايم وون بسيكس كده بقى عندي فور فراكشنز التانيين الدينوميناتور والنوميناتور مختلف ابدأ ارتب بقى زي ما انا عايز تمام؟ تعالوا بقى نحل على الكلام ده في الدرس نيجي بقى على السئلة هي اول سؤال هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا قلنا لو اللي فوق الكبير بيبقى هو تبع الفراكشن الكبير تمام؟ طب هنا لو النوميناتور زي ايكوال يبقى الصغير هو الكبير مش كده؟ طيب نيجي على النيجاتي اقداش المهمة اول حاجة اعتبر النيجاتيف مش موجودة واعمل مين اللي اكبر؟ اه؟ صح؟ لا يختار اللي يا مستر؟ لان في النيجاتيف الصغير بيبقى هو الكبير نيجي هنا عندي حالتين لما خلي فاعمل تحت وفوق فتبقى كده طبعا الديناميناتور متساوي يبقى الكبير هو الكبير اهي لما بلاج دي خالص واعمل لي سيزورس سري طايم سري وسيكس طايم تو سري طايم سري بنين وسيكس طايم تو بتولف تبقى تولف اكبر يبقى برضو الفريكشن ده هو اللي ايه؟ الكبير طب نيجي على اللي بعديها فور اوفر تين وفورتين اوفر سيرتي فايف في الحل دي طبعا هنيجي مبص على الفورتين اوفر سيرتي فايف بلها سيمبليفاي طب الفور اوفر تين اللي هي سيمبليفاي بعملت ديفايد تو فق وتحت هنا توقف وهنا فايف وبعد كده اقدر احول الفايف سيرتي فايف عن طريق نعملها تايم سيفن فهنا تايم سيفن تبقى سيرتي فايف هنا تايم سيفن تبقى فورتين طلعوا اللي اتنين في الاخر ايه ايه ايكوال ايه مستر انا مش عارف اعمل دي خلاص والله ما تعملها خالص ولا تزع عن نفسك اعمل سيزورس بس هي ارقام كبيرة شوية بس برضو هتدي لك نفس الايه نفس الريزولت يبقى اللي اتنين دول ايكوال نيجي هنا برضو نعمل سيزورس لو عايزين طيب نيجي على الاكزامبل ده هنبص على هل ينفعوا يبقوا زي اكبر واحد اه الفيف تنفع تبقى ففتين والسري تنفع تبقى ففتين طيب الفيف عشان تبقى ففتين اعملها طايم سري يبقى هنا طايم سري تبقى ففتين هنا طايم سري تبقى سكس نيجي هنا السري عشان تبقى ففتين طايم فايف تبقى هنا ففتين اعملها طايم فايف وفوق طايم فايف تديني كيام تديني تن وبعد كده يبدأ ارتب ايه السيندينج او ديسيندينج على حسب الايه السؤال نيجي بقى الاخر جزئية في درس النهاردة اللي هي ايه جاب لي تو نمبر ولا انا عايز راشنال نمبر ما بينهم تمام طيب التو نمبر دول لو جولي بالصورة دي كده نيجاتف تو بوينت ون ونيجاتف تو او جولي هاف وفايف اوفر سيفن ايه الحالة بقى اللي استخدمها في الجزئية دي تعالوا نشوفها نبدأ باول حالة عندنا اللي هي هاف وفايف اوفر سيفن انا عايز اجيب الراشنال نمبر اللي ما بينهم نعمل ايه اول حاجة لازم اخلي تو دي نوميناتورز دول اه اه تو فراكشن الدينوميتور بتاعه متساوي تمام طب اخلي الدينوميتور متساوي ازاي اول حاجة هنعمل سيزورس هنعمل تو فراكشن تانيين وعمل سيزورس سيفن طايم وان بسيفن وطايم فايف بتان وبعك اعمل لي الدي نوميناتورز طايم تو طايم سيفن فورتين كتب لي هنا فورتين وكتب لي هنا فورتين كده اقدر اجيب ايه اقدر اجيب راشنال نمبر ما بينهم زي ايت اوفر فورتين ونين اوفر ايه اوفر فورتين طب افرض قالك ان عايز اكتر من التو نمبرز دول اعمل ايه ازود زيرو في كل واحدة ورايح دماغي ازود هنا زيرو هنا زيرو هنا زيرو هنا زيرو خلاص بقى عندك نمبرز ما بين السيفينتي والون هندرد كتيرة جدا سيفينتي وان سيفينتي تو وهكزا يبقى تاني اول حاجة بنعمل ايه لو جاب لي وقال لي عايز نمبر اللي ما بينهم اعمل الدي نوميناتورز طايم وبقى كده اعمل سيزورس فبقى بالصورة دي طب الصورة دي عندي كان عندي تو فراكشنز اللي هي الايت اوفر فورتين والناين اوفر ايه اوفر فورتين هما دول ما بين الاتنين دول طيب قالك ان عايز اكتر خلاص تعالي هنا واعمل لكل نمبر يعني زود زيرو لكل نمبر هتلاقي عندك طبعا ارقام ايه كتير طب تعالوا بقى على التانية نيجاتف تو بوينت ون نيجاتف تو نيجاتف تو بوينت ون نيجاتف تو خلي بالكم الحتة دي اول حاجة طالما هو خلهو لك هنا ديسمال ماشي طالما ما خلهلك ده ديسمال فاي زروهات على يمين ملهاش قيمة يعني لو جاتها متى لك كده بوينت تحط لك هنا زيرو 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 زي ما انا عايز ملهاش قيمة. وهنا برضو حاط للك زيرو 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 برضو ملهاش ملهاش قيمة. تمام? طيب. وعايز اجيب بقى نمبر زي ما بينهم. ماشي? هو مين اللي اكبر? طبعا النيجاتف تو. مش كده? لان في القولنا في الايه في النيجاتف الصغير بيبقى هو الكبير. طيب. هكتبها كده. ده النيجاتف تو. زيرو 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 زي ما انت عايز والنيجاتف تو بوينت وانت بقى نيجاتف تو بوينت وان زيرو زيرو زيرو. ها? او زير وين. بقى لايش تلاتة. جميل? خدت بلك هنا الا نمبر بقى ايه? هنا بقى نيجاتف تو وهنا نيجاتف تو اند هندرد. ما بين التو والتو اند هندرد في كام? اه. في نمبرز كتير. طب لما اجي اكتبها اكتبها ازاي? احط one هنا لا من اول هنا. بتقول النيجاتف تو بوينت زيرو ون. هه? بوينت زيرو تو بوينت زيرو سري بوينت زيرو فور وهكذا. ليه? لان كل ما بنخش ناحية اليمين الفاليو بتقل. وكل ما بنجي ناحية الشمال الفاليو بتزيد. فلو زودت هنا ون او هنا او هنا او هنا. كل دول اقل منين من دي. لان دي التنسيز. والتنسيز اكبر من الهندردز ومن الساوزانز. وهكذا. ماشي? يبقى تاني الجزئة الاخيرة دي. لما يجي قل لي مسلا بلاش نيجاتف خليها بسطف عشان الناس ما تلخبطش. عايز مسلا سري بوينت وان وسري. طبعا سري اصغر صح? احط هنا بوينت ايه? زيرو زيرو. وحط هنا زيرو. وحبت اجيب بقى اللي ما بينهم. مش دي تن. ودي زيرو. يبقى ايه? ايه? نيجاتف بوينت زيرو وان. هه? زيرو تو سري. فور. فايل. وهكذا لحد ما يجيب كل الارقام. هذا كده كان درس النهاردة. لو في اي حاجة وقت عليكم. ياريت تكتبوا لي في الكومنتات. او تدخلوا على طول على اللينكات بتاعت جروب الواتساب والفيسبوك. والتلوجرام. هتلاقوا طبعا الروب تحت الفيديو. ادخل على اي جروب منهم. واكتب لي السؤال اللي انت مش عارفه. انا ان شاء الله ساعدكم فيه. وطبعا ما تنسوش تابعونا عن استجرام وتويتر. ولعاكبتك الحلة. تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. عشان اكتر عدد من ناس تستفيد. والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة